طيب هيا سؤال الأول يا شيخنا بتقول أن هناك ابتلاءات كثيرة تقع على الإنسان فهل هذه الابتلاءات تكون بكثرة الذنوب والمعاصي؟ وست مهاب ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الحياة كلها ابتلاءات فقال ربنا في كتابه العزيز الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يبقى الحياة اللي احنا فيها دي كلها على بعضها اسمها ابتلاء وقال ربنا في كتابه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نبلوكم بإيه بقى بالشر والخير يبقى احنا عايزين نصحح فاهمين الموضوع الابتلاء احنا فاهمين الابتلاء يكون بالمصائب ويكون بالشر ويكون بما نكره فقط وكثيرا ما نفهمه على أنه عقاب أيوه لكن الحياة ربنا بيقول لنا أن الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير فالغني مبتلى بالغنى وصاحب المنصب مبتلى بمعنى مختبر يعني مختبر بمنصبه وصاحبة الصروة مبتلى بصرواتها وصاحبة العيال أو الزرية الطيبة اللي كانت تتمنىها مبتلى بهذه الزرية وكل إنسان وصاحب الصحة مبتلى بصحته يعني إيه مبتلى يعني ربنا هيسأله عنها ويحاسبه عليه وبالتالي أمه إيهاب الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ببعض ما يكره فقال الحمد لله وبات راضيا عن ربه وبات يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا الابتلاء اوعي فكر لحظة أن هذا الابتلاء يعني يا دكتور أن دلوقتي كإنسان مسلم وقع علي ابتلاء من الله عز وجل أول حاجة فهمة أن أنا في امتحان بالتأكيد وأول حاجة عملها أصبر 100% وأرضى عن الله هي أشبه بورقة الحياة كلها أشبه بورقة أسئلة جالك في لجنة الامتحان فبتلاقي فيها سؤال صعب في ماب أنت ما بتحبه وسؤال سهل حفظه أنت زي الميا وسؤال متوسط لكن هي كلها ورقة امتحان وبتمسك الألم بتاعك وتعمل إيه وتكتب الإجابة اللي أنت عايزها تطلع صح 100% تطلع 90% تطلع غلط 100% أنت اللي بتكتب وده اجتهادك فسؤال المرض سؤال في ورقة الامتحان بتاعتنا والفقر سؤال والحرمان من الولد سؤال زي ما الغنى والصحة والولد والجواز أسئلة هي كمان فلا الغني ربنا معناه أنه بيحبه أكتر ولا الفقير معناه أنه ربنا بيكرهه ولا المبتلب المرض يبقى ربنا بيكرهه ولا اللي ربنا بيديله صحبه ربنا بيحبهه تقس الإيازة كلنا نمتحن والله تعالى يقول في الحديث القدسي كما بلغنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أغنيته أفسدته وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلو أفقرته أفسدته ربنا بيدي لكل واحد بحكمته ورحمته الحاجة اللي يقدر يتعمل معاه ربنا بيديش لحد فوق طاقته لكن الشيطان هو اللي بيجي يوسوس أحياناً ويخلينا لا نرضى عن حالنا حتى وإحنا في النعمة أو الله سينا إيه وتتصور الشيطان بيروح للمبتلة بالمصيبة فقط فيوسوس له ويقول له انت ظروفك وإحشان تعينه الناس أصحاء انت فقير والناس أغنياء لا حتى الغني بيدور إيه اللي نقصه في حياته ويروح جايب قاله وقول له تعالى فلا يرضى عن حياته انتوا شفتوا حد إلا من هداه الله إليه راضي عن حاله وراضي عن حياته أبداً لو كان لابن آدم ودي من زهب لابتغى له ثانياً ولو كان له وادياني لابتغى له مسالي ثانياً ولو كان له ثلاثة أودياء والعشرة أودياء واللمائة وادي لابتغى المية واحد قال صلى الله عليه وسلم ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب أي عندما يدفن في يعلم إنه انقطعت آماله وأسبابه في الدنيا طلب التاني اللي طلبته من الناس إنها ابنها عنده بألو 14 سنة متزود ولم يعني يرزق الله عز وجل حتى الآن بالولد يعني فأقول يدعو له لكل من يريد الولد أنا أرجو من أستاذة المشاهدين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعو لكل مسلم يريد الزرية أن يرزق الله بالزرية أمين يا رب ولكل مسلم له عند الله حاجة أن يقضي الله حاجته اجعلوا دائماً في دعائكم مصيباً لأصحاب الحوائج من المسلمين نعم واجعلوا دائماً دعائكم عاماً للمسلمين جميعاً فقد جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كاتب الله له بكل مؤمن حسن يعني أنا كده مش بشغل نفسي بالناس ونفسي طب تجي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال ثلاثاً وإذا أمس قال ثلاثاً اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقه فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر بيعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله على كل نعمة أنعمها على خلق من خلقه أو بأحد من خلقك شملت المسلم والكافر والإنسان والحيوان والطير والحشرة والجماد شملت كل الخلق فشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحمد ربنا بيوسع الدعاء ليشمل الخلق جميعاً ويحمد الله على النعم التي أنعم بها على الخلق جميعاً فأيضاً نحن في الدعاء يجب أن نوسع دوائر الدعاء ويعني بهذه المناسبة أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لابن أختنا أمي يهاب أن يمنى الله عليه بالزرية الصالح وأن يقر عينه بالولد الصالح وأن لا يحرمه مما يحب في طاعته وفي بره وكذلك كل مسلم محتاج إلى الذرية ومحروم منها أسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة عاجلاً غير آجل وأن يقر أعين المسلمين جميعاً بما يحبون وما يشتهون في طاعة الله وأن يعطي كل ذي حاجة حاجته وكل ذي سؤل سؤله وأن يعجل بفرجه ورحمته لعباده أجمعين اللهم آمين